النهاردة مصر كلها بتحتفل بعيد الفلاح ذكرى يوم فارق في حياة كل فلاح في مصر ذكرى اليوم اللي توفق فيه على إصدار قانون الإصلاح الزراعي سنة 52 كل سنة بنحتفل بهذا اليوم تكريماً لكل فلاح مصري سخر جهده ودوره في بناء الاقتصاد المصري أكيد يا شازلي عايز أتكلم عن مواقف كتير لفلاحين المصريين العظماء اللي سطروا خلال أزمة كورونا ملحمة كان عنوانها الجهد والعرق ده طبعاً لأن الوقت اللي وقفت فيه عدد كبير من القطاعات على العمل وحصلت حالة ركود في العالم كله الفلاح المصري موقفش عن إنتاج بالعكس كان بيواصل العمل بكل إخلاص وكل تفنين بكل تأكيد الفلاحين في مصر في كل شبر في أرض مصر تحدوا هذه الأزمة وقدروا أن هم يحققوا ويأمنوا الأمن الغذائي المطلوب مش بس كده كانوا كمان حريصين على زيادة إنتاجيته من المحاصيل المختلفة وحفظوا كمان على جودة هذه المحاصيل وده اللي ساهم شكل كبير جداً في زيادة الصادرات الزراعية في مصر خلال الكم سنة الأخيرة تم الاستجابة لكل مطالب الفلاحين طبعاً كان أبرزها زيادة استصلاح الأراضي بشكل مكثف والدولة فعلاً وفت بوعودها للفلاحين والقطاع الزراعي وتم تنظيم العملية الزراعية بشكل كبير جداً زي مثلاً لما نيجي نقول اعتماد خطة قومية لاستصلاح أربعة مليون فدان جداد يضافوا للرقعة الزراعية المصرية كمان يا مين عايز أقولك أن المشروع ده تحديداً كان مشروع وعد جداً ساهم فيه النهوض بأوضاع الفلاح المصري وزوت كمان المساحة المزروعة وساهم كمان فيه خلق فرص عمل للشباب ودي حاجة مهمة جداً في القطاع الزراعي مش بس كده الدولة كمان وفرت جميع مستلزمات الانتاج الزراعي للفلاح وعملت وفعلت منظومة الزراع التعاقدية ودي كانت أول مرة الحقيقية عشان تضمن تسويق محاصيل الفلاح بأسعار مجزية كل سنة كل فلاحين مصر طيبين وبخير في هذه الذكرى الاستثنائية لمصر حريصة على الاحتفال بيها واحنا في صباح الخير يا مصر النهاردة ان شاء الله هنحتفل بهذه الذكرى المهمة جداً من صباح على حضراتكو أهلا بيكو حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر